خلال جلسة عامة صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون القاضي بإنشاء مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان وكذا على مشروع القانون المنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد وتعتبر هاتان المؤسستان داعمتين للمنظومة الصحية الوطنية خاصة في ظل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنات والمواطنين المحفوف بالرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس وذلك من خلال تقديم خدمات طبية من مستوى عال في مختلف التخصصات وفي التكوين الجامعي في علوم الصحة بشكل عام وتطوير البحث العلمي في مجال الطب وكذا في التعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات الاستشفائية الجامعية والهيئات المهنية في جميع الميادين ولسيما في الميدان الاجتماعي وقد تم إعداد هذين المشروعين لإعادة النظر في المهام المخولة لكل من مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد وتمكنهما من الانفتاح على ميادين صحية جديدة وكذا في إدارتهم الداخلية وحكمتهما بشكل يتوخى المرونة في الإدارة والتدبير والسرعة في اتخاذ القرار وذلك بالنظر إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لمراجعة الإطار القانوني لهاتين المؤسستين حتى تتمكنا من الاتطلاع الأمثل بالدور المانوط بهما كجزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية